السلام عليكم اخوتي اخوتي مرة اخرى في فيديو حصري هذا المرة تحت عنوان هنا العنوان اللي اختارنا له هو كرونولوجيا لاصلاحات البيضاغوجية في المغرب يعني كما تسميه في المراجع اللي خرجت محيانة لعام وفي باقي المراجع دي السنوات المقبلة كيسميه مستجدات نظام التربية او للنظام نعم مستجدات نظام التربية في المغرب اذا هنا باش منطولش عليكم بالاصلاحات الاشكالية اللي كنا في التعليم هي انطلقت يعني منذ منذ الاستقلال هنا كانوا مجموعة من الاصلاحات مجموعة من الاصلاحات واخرها القانون الاعطار وقبل منه الرؤية استراتيجية اذا احنا غدينشوفوا هاد الاصلاحات اللي كانوا عشرة عشرة تقريبا دي الاصلاحات كنزيدو عليهم يعني فاش نسالي وغنزيدو عليهم الرؤية استراتيجية و القانون الاعطار اول مرحلة مرحلة هي المرحلة اللي تأسس لهم هنا تأسيس اول وزارة كانت اسميتها وزارة تربية الوطنية والشبيبة والرياضة والفنو الجميلة اشرف عليه اول وزير مغربي هو محمد الفاسي من زمان اذا اول هنا تأسيس دي الاول ثم بعد ذلك تكون مرحلة تانية تكون واحد اللجنة ما يسمى باللجنة الرسمية للاصلاح ماذا ستقول؟ ماذا نتائج هذه اللجنة؟ اوصت بتحديد عدد سنوات الدراسة في الابتدائي بخمس سنين يعني ابتدائي خمس سنين وستة في التناوي هم اللي كينين دابوا لكن ابتدائي كان رايح الدول بروفي كي يقولون بروفي ثم بدأ ثم ما سيبدأ؟ تعريب المواد المواد سيبدأ تقرب العربية انشاء مدارس للمعلمين كان مدرسة المعلمين قناعت راه مدرسة المعلمين الى اخر ومعهد التربوي المعلمين داروا لهم مدرسة و الاساسية للتناوي داروا لهم معهد التربوي هذا الشي كان سنة الف الف وتسعمية وثمانية وخمسة المرحلة الثالثة تشكلت اللجنة اللجنة الملكية للاصلاح هنرا باقي ما وصلناش باقي ما كين لها ميتاق لول انا اختيت خيبين حنا دابوا في الف وتسعمية وستين وثنين 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 يعني بحلها ستجيب الحل او للعصى السحرية ومعهد التربوي المهم هذه الهيئة الملكية للاصلاح جاءت نقادت ما تم ابرااموه في اسلاح اللجنة الرسمية يعني نقادت ذلك الشكل فتم الرجوع الى الرجوع لا نقرر 6 سنين في البتداء وتوقفوا عن تعريب الحساب والعلوم بالسلك يعني هنا سنو دارو رجعول الفرناسة كانوا في التعريب رجعوا الفرناسة ويقوم بالتعريب للحساب والعلوم في سلك الابتدائي ثم بعد ذلك ستجد المرحلة المجلس الأعلى للتكليم ما هو الدور؟ استشارة والدراسة ما يفعل؟ يعطي استشارة ويقوم بالدراسة اللازمة في قضايا التربية بأبحث إلى آخرها وفي هذه المرحلة تم إنشاء أول جامعة بالرباط تم إنشاء المؤسس للجميع ثم بعد ذلك وكان ما يسمى مرحلة الخامسة كانت مناظرة كبيرة تحول لنظام التربية والتكوين بالمغرب التربية والتعليم هذه المناظرة تسمى مناظرة المعمورة رصدت أوجه فين كين إداروما تتشخيص؟ ماذا قالوا؟ ارتفاع يعني هم تجمعوا الهيلالة كاملة الله قدروا يقولوا بأنهم كانوا ارتفاع لنسبة الهضرة بالنظام ما تكمل قراءة وتكوين الأطر بوثيرة يعني في التناوي وتكوين الناس للتناوي يمشي بوثيرة بطيئة يعني خصص كبير في التناوي واعتبار عملية توحيد بنية التعليم تعليم عصري وأصين يعني هنا خصي يكون التعليم يعني يخضع العصرانة ويحافظ على هذا الشيء يعني الهوية المغربية وقد أفضت إلى توصيات أهمها شنوع أو تاني دار؟ أرجعوا للتعريب أرجعوا للتعريب وتوحيد بنية التغريب ومغربة يعني الأطر والرفع من مستوى التعليم يعني هنا خليش ما غير يبقى شقرية والفرنسيين غير يبقى الأطر ديال التانوي كلهم وديال الابتداء كلهم عرب يعني مغربة مغربة هنا كان التعريب والمغربة والرفع من مستوى التعليم يعني هنا الإصلاح ديال الدريس بن هيما ارتبط الإصلاح في هذه المرحلة المرحلة ستاة وزير التربية وقد تم تحديد أوجه القصر في إصلاح المحطة السابقة فتاها ما قالهم؟ ما قالهم؟ ما قالهم؟ ما قالهم؟ ما قالهم؟ ما قالهم؟ الاعتناء بالكم يعني نرى برنامج عامر ولكن الجودة يعني الاعتناء بالكم على حساب الجودة يعني لن تزاد الكمية لا تتنقص القالية في التعليم والتكوين وأوصاب الجودة ما قالهم؟ الاعتناء بالكيف تركزه على الطريقة وتحديد عدد سنوات تكرار نحدده فلان 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 هذا التلميذ راهي إلى دوز كثير من مثلا في التناوي الإعدادي عنده الحق مثلا في خمس سنوات المثال أو اللف ستسنيني يعني ما عنده الحق يكرروا كثير من ثلاثة المرات في المستويات ثلاثة وتحديد عدد سنوات تكرار وإلغاء تعليم التقني والمهاني لا يوجد شيء مثل تعليم التقني والمهاني والعودة إلى الإزدواجية اللغوية في التكوين في التطور الابتدائي يعني هنا التكوين يكون في عربي فرنسي المرحلة السابعة هي ما بين الفترة دية 1973 و1983 تقريبا عشرة سنوات التعزيج الجهوية يتعزيج المسروع الجهوية والمكننة على الحد من التكرار يعني يبدأ ويحاربون دك ما كانت في المرحلة السابقة التكرار والهضار المدرسي وإصدار النصوص المتعلقة بإحداث جامعات إصدار نظام جديد للأساسي للباحثين دون هنا لغم بدون فاتحه غيو اللي عندنا أساسي للباحثين غيو اللي عندهم محد نظام جديد غيو اللي عندنا الجامعات هنا شنوقع المسؤولين حسوا بأن هاد شي كامل رب حلغي شي واحد مثلا كل مرة كنصيبوله رجل مرة كنصيبوله يد مرة كنصيبوله ودن مرة كل مرة كنصيبوله يعني جناش نحسوا بأنه خص واحد الإقلاع حقيقي وخص واحد يعني واحد الأرادة قوية دونك هنا خص واحد الإصلاح الجدري للنظام التعليم وهنا هنا غدي المرحلة ديل تقويم الهيكالي لها ما لها وعليها ما عليها واللي هي المرحلة المرحلة رقم 8 من 1983 إلى 1994 هذه المرحلة تميزت بدخول المغرب في أزمة اقتصادية هنا مشكل اقتصادي كانت واحد الأزمة اقتصادية في مغرب هنا أدت إلى تصحيح الهيكالي لمقترح من صدق النقد الدولي ولا بنك العالمي يعني باش تخرج من هديك الأزمة هاش نو خصك الدير بحيات الحال يعني بحل لك شي اللي كنعيشه ده المشكل دي الأساسي ده اللذي نفرض عليهم تعاقود باش دولة تحل المشاكل المالية اللي عندها لجأت إلى ما يسمى أو ما يصطلح عليه بتوظيف الجهة ويعلاش باش أولا هذك الناس أولا في الأخير تقاعد ديالهم ما غتقاش تفوت لهم واحد تلتالاف درهم يعني التقاعد عمره غيفوت تلتالاف والهربعالاف درهم زائد أن هنا ما كينش مناصب مالية تعطل وزارة هنا الفلوس اللي كتتعطى هما كيتخلصوا ولكن كيتخلصوا بحل محل غدتتشريش طعبة واحد واحد المدرسة في واحد الفلوس ديالش طعب وديالطعبة شعر وديال الحارس القارديان اللي تيكون هما هذك الفلوس اللي كيتخلص منهم الأستاذ المتعاقد هذا هو الإشكال إذن هنا استجابة لإملاء أسد يلبا إذن هنا نفس هذا الشيء كان نوقع في مرحلة سابقة وهي مرحلة تقويم الهيكالية هنا أدى إلى نتائج سلبية على التعليم التقاتل عدد الجامعات ولا و 12 تعميم وتعزم مكننة المصالح مكننة المصالح الإدارية على الصحيح الوطني وجهوي تعريب جميع المواد العلمية في التانوي وفي المرحلة وفي هذه المرحلة بدأ العمل ببيداغوجية الأهداف سيكون لدينا فيديو آخر سنرى البيداغوجية اللي كينين اللي اعتمدهم المغرب في جميع المراحل هنا المرحلة الخطيرة كانت واحد اللجنة كونها الحسن الثاني فيها هيئات مختلفة لسيارة واحد المتاب بدأت العمل ديها تقريبا المدة من الزمن ومات الحسن الثاني وعاد انتهت هذه اللجنة مننا اذا هنا قلنا نضروع لمرحلة المتاق الوطن التربية تكونت اللجنة ملكية طرف ملك الراحل الحسن الثاني من مختلف الهيئات لسيارة هذا المتاق الاسلاح التالي ويتكون من القسم اولا هذا المتاق هو واحد الواثقة اللي تتفق عليها جميع القوى الحية من داخل المغرب النقابات وزارات قطاعات المداني الشخصيات الاخ ويتكون من قسم الاول هذا المتاق مقسم على جوج الاول قسم اول فيه المبادئ الاساسية والمرتكزات التابعة والغاية الكبرى والحقوق والواجبات والتعبئة الوطنية لتجديد المدرسة اربعة المبادئ الاساسية المرتكزات التابعة والغاية الكبرى الحقوق الواجبات والتعبئة الوطنية لتجديد المدرسة القسم الثاني مجالات تجديد ودعم التغيير النشر تعليم وربطه بالمحيط يعني لا يبقى أن تقرأ هذا القسم يجب أن تفاتحه على المحيط يربطه بالواقع المحيط الاقتصادي التنظيم البيضاغوجي رفع من جودة التربية والتكوين الموارد البشرية التسير التدبير الشراكة التمويل وقد ضم هذا المتاق الوطني ستة مجالات وتسعة عشر دعام يعني هذا الباب الثاني ضم ستة مجالات وتسعة عشر دعامة فيهم مئة وسبعة وسبعين فصل هذا الشيء غاد يفشل وقد فشل لي أسباب تالية أولا كنا في مرحلة الانتقال من التدريس بالأهداف للتدريس بالكيفاهية ونرى من بعد كيف أجهد الشيء دون التقويم للمرحلة المحالة السابقة استراد نظريات أفكار من الخارج لا تراعي خصائص من دوماتنا يعني اضعوا شيء مصيبة مصيبة للخارج مصيبة للبرة ومخيطة للناس البروفيل للناس فرنسيين اضعواها في المغرب هذا هو فرد الإصلاح من القمة ما نطلقوش من الأساسي لا نطلقوا من المسؤولين في حين كان ينبغي أن يبدأ من المؤسسة يعني من المدرسة ويمشي اقترحات النيابة والنيابة ترفعه من الأكاديمية والأكاديمية الوزارة تصرع في وضع استراتيجية التغيير والإصلاح لا يعمر شيء تتصور مع أستاذ على الإصلاح عدم ربط الإصلاح بالدراسات الميدانية يعني لا يوجد هذا الإصلاح لا يعتمد على الدراسة ولا لا عدم جديد طرق تكوين الطلابة يعني بقاءوا بالنفس الراتين بالنفس الطريقة التكوين تكرر سنوات وسنوات عدم وضع استراتيجية ووضع المعالم من تكوين المستمر الخاص بالأساسات الممارسين يعني تكون الأستاذ في الأول وسهر ثلاثين عام أربعة وثلاثين عام دي الخدمة يبقى خدام بنادم تكون مرة وحدة في حياته عدم تأثر التعليم العالي بهذا الانتقال بشأنه هنا ما وصلش ما كانت تشي تشي آثار للتعليم العالي والذي تغييره هو تغيير الكتب اشنا هنا وضع الكتب المدرسية دون تأهيل عدم وضع استراتيجية ووضع حدوات تصرع في وضع كتب المدرسية دون تأهيل فرق هنا داروا مشاريع داروا مشاريع بحل ذلك الشكل طالب العروض كل اللي بغي يصيب كتاب هذا تديروا مقترحة كي أعطاهوا واحد الفرقة فيها أساسي أو مفتشين هنا أنه يكون الهاجز هو المال الهاجز كي يكون هو المال وبالتالي يتخدم المقول الكورة وأعطى العور تبقى وغير تديروا عدم تأثر التعليم العالي بهذا الانتقال بشكل نهائي والذي تغيير هو اسماء الكتب اعتماد دورتين بدلت الانتقال من الكتاب الواحد إلى كتب متعددة في المادة الواحدة بناء على دفاتر التحملات المبينة للدواطف يعني مثلا علوم الحياة والأرض في جدع مسترق ما غلقه وش غير المنهل في جدع مسترق علمي غلقه وواضح المنهل كده كده إلى أخير تتخدم فيهم الوضعيات حسب المنطقة باش نخدموا هذه المسألة اللي نقدرنا عليها ربط التعليم بالمواحدة القصصية اعتماد نظام علم لسانس مسترد دوكتورا اعتماد نظام المسألة والمراقبة المستمرة وامتحان آخر وفي الأخير يعني من بعد تقريبا عشر سنوات اللي كتتسمى بعشرية الإصلاح ألفين من ألفين و من تسعود وتسعين إلى ألفين وتسعود جاء هذا البرنامج يعني جاء هنا خشيشا غيدرنا البرنامج لستعجاري جاء هذا البرنامج بنا على تقرار المجلس الأعلى لتعليم سنة 2008 هذا المجلس الأعلى لتعليم سنة 2008 قدروا واحد تقرار ما قلهم قلهم موديدك الشيء النظام المتاقة الوطانية وكده أرى ما من نواله أرى ما تتحزمت حققات ما كانت تشي مؤشير كده جاء لهم المجلس الأعلى هذا الوقت ف featuring المخطط والذي اليوم لم ينفيذ الميطاق كنقول أنهم قال ؤلاء المشكلة لم تردنا الميطاق والسبل يتجاو Cindy رصد لهذا البرنامج اكتب لكن بدون نقول التعليم والدخول من المراحلة الرصانية سنقوم بها ستوقف المخطط كنت أظن في 2013 كانت عاقل لماذا حتى في 2012 كان نخرج اسمته كان نخرج تقرير آخر لأن نجلس إعلال التربية والتكوين سيقول بأن نودي هذا المخطط الاستعجالي لأن نخرج ألفين وتسعود أرى هدازت عليه بأحد ثلاث سنين أو أربع سنين أرى أولو هنا فين غيبة دا ويفقرة في الإصلاح الحادي عشر واللي هو الرؤية الاستراتيجية كذلك هي فيها مجموعة من الدعامات ومجموعة من المشاريع بعجالة 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 الرؤية الاستراتيجية يعني لديها تقريبا مجموعة الفصول هذا الفصول موزعة على مجموعة المواد وهذه المواد موزعة على مجموعة من المشاريع كان ستو عشرين مشاريع وكل مشاريع متعلقة بجوجة المواد الثلاثة أربعة إلى أخيرة مؤخرا صدرت تقرير على المجلس كان من بعد